اشتركوا في القناة النائب الأول رئيس مجلس الشورى وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مخرجات العمل المشترك لعادة هيكلة الدعم الحكومي والتي ستنظر في رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقين بما يلبي احتياجات المواطنين وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة وكذلك معايير الدعم وشروط الاستحقاق بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما تم الإشارة إلى حجم التعاون البناء والمشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تبادل المعلومات وبحث وجهات النظر والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من جانب السلطة التشريعية حيث سيتم البحث بشكل دقيق في تفاصيل الدعم الحكومي لما يضمن استدامته بعدها تم مناقشة المبادئ الأساسية العامة لعادة هيكلة الدعم الحكومي وكذلك مناقشة الرد الوارد من الحكومة الموقرة حول الأسئلة المقدمة من أعضاء السلطة التشريعية ترجمة نانسي قنقر